بص يا سيدي هقول لحضرتك حاجة بسيطة خالص بالنسبة لخلف ده الله يرحمه حتى لو خلف الله يرحمه كان مجرم مش من حقك برضو تقتله بالشكل ده بس احنا عارفين انه ما كانش مجرم ولا فرحات المحفوزي كان مجرم ولا الدكتورة كانت مجرمة المجرم هو الضابط اللي بيدين نفسه لحق انه يقتل ليه علشان هو واللي مشغلوا هم المجرمين وهم عارفين ان محدش هيحاسبهم فبيحولونا واحدة واحدة ان احنا نبقى في غابة مش في دولة لاننا لو في دولة حيبقى فيه سيادة للقانون الباشا مش هيقتل بدون وجه حق ولو قتل او عمل حاجة فيها انتهاك مش هيتطرمخ عليها حيتجاب ويتحاسب ده لو فيه دولة قانون اما بقى لو سألتني عن رأيي في الحدثة وانهي رواية اقرب الحقيقة هقولك طبعا رواية الاهالي مش رواية الدخلية لان الدخلية قطع حبل الثقة وبينها وبين المواطنين من زمان من 2011 مش 2013 حتى الدخلية بتنتهم من الشعب عشان الشعب ده عمل ثورة يناير الدخلية بتجذب زي ما بتتنفس الدخلية بتتعمد اهانة المواطنين ازلالهم بتدوس على رقابتهم الدخلية عندها وزير بلطجية مش اكتر من كده عصابة مسلحة بتقتل في الشعب المصري اللي انتوا شايفينه ورايا ده هو الوزير اللي مدي التفويد والامر للرجالة بتاعته قتله وانا هتطلعكم براءة لان اللي فوق منه عبدالفتاح السيسي اداله التطمينات دي قبل كده وقال له الظابط لما يقتل والله يسيب حد محدش هيعمل له حد عشان كده احنا واحدة واحدة بادارة الدخلية وبارادة عبدالفتاح السيسي رايحين على منطقة اكثر سوادا منطقة الغابة لان الناس لما تكفر بالعدل هتضطر تروح تجيب حقها بأيديها مش بشجع ولا بقول تعمل كده بس بقول لك اللي انت بتعمله ده هيودينا الفين روحوا مراكز الشرطة ووحدات المباحث هتلاقوا مجرمين هتلاقوا قتلة في هيئة زباط هتلاقوا حوش في هيئة بشر آلاف وآلاف الحكايات والحكايات عن الإهانة والتنكيل والتعذيب والتلفيق والظلم حصلت ولسه بتحصل سمعوا من المواطنين ايه اللي بيحصل لهم في وحدات المباحث هيقولوا لكم اللي هناك دول مش بشر صحيح مش كلهم مش كل الزباط لكن للأسف ناس كتير منهم كده والمحترم عندهم ما بيطولش في المكان ده ولو طول بيسكت عن حاجات كتيرة ما بيقدرش ينطق وفي النهاية يا يسون أكل عيشوا ويسكت ويرضى بالأكل والظلم يا يستقيل ويشغلوا شغلانة شوفوا شغلانة شريفة يفتح بيها بيته ويصرف بيها العيال ومن الحلال اللي بيحصل ده لو استمر أكتر من كده حيولد كارثة والله ما حد فيك يا مصر حيتخيل إيه اللي حيحصل بقول ليه كده تعالوا وريكم تعليقات الناس عن الحدثة دي تعالوا شوفوا الناس واصلة الفين إحنا رحنا في حتة وحشة قوي ودي أو الإحساس ده أو التفكير ده مش في مصلحة حد ولا مصلحة البلد ولا مصلحة أي حد الأول شوف معايا خلف ده خلف دي صورة خلف ده المواطن اللي قالك عليه 19 سنة سجن وعليه 8 أواضي وقبل كده 9 أواضي ده المواطن المصري اللي عنده 43 سنة وعنده 7 عيال يتبع دلوقتي زنبه إيه عشان تيتموا عياله السبعة زنبه إيه عشان تحكموا عليه بالنهاية من غير ما تدوله فرصة يتحاكم ويدافع عن نفسه أي إن كانت جريمته وإن كان عليه جريمة ممكن يكون بريد ومش مطلوب في حاجة خالص لكن حتى لو ليه يكون القرار في إيد حد يقرر يضغط زنات مسدس فينهي حياته ويشتت أسرته وييتم سبعة من عياله ضابط زغير ضابط عيل عيل طايش العيل ده لو عارف أنه حيتحاسب على أرواح خلق ربنا والله ما كانت تجرع عليهم لكن البشوات الكبار مالوا دماغهم وقلوبهم كره للشعب المصري مالوا دماغهم بالكبر والاستعلاق على المصريين لمصلحة مين علشان ايه توصل الأمور لكده علشان ايه